اشتركوا في القناة كيف حالكم يا اخوة هل الصورة واضحة اليوم نصور في الخارج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى كما بدأنا ببداية طيبة مباركة في هذا الشهر المبارك أن نختم بإذن الله تعالى بختمة مباركة أنا أتمنى أن الصوت يكون واضح أنا أصور في الخارج لكن إن شاء الله تكون الصوت واضح والصورة أيضا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حياكم الله أيها الأخوة وإيها الأخوات هذه الجمعة الأخيرة في هذا الشهر المبارك يوم عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الله عز وجل فتحه وهداه وبركته وأن نخرج من هذا الشهر جميعا بإذن الله تعالى مغفور لنا ومن المقبولين عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله من الله سبحانه وتعالى علينا بأن عشنا لهذا الشهر الكريم هذا الشهر المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقبول الأعمال لأن قبول الأعمال مهم جدا هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى يوفق الله عز وجل للعمل لكن القبول ليس لكل الناس فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقبولين أيها الأخوة والأخوات القرآن الكريم هو عنوان شهر رمضان الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهذا الشهر المبارك دائما كانت القلوب متعلقة بالقرآن الحمد لله ربما أكثرنا لم يكن كلنا قد ختم القرآن من لم يختم ربما هو لا يزال الآن في نهايات المصحف يعني ربما وصل في المفصل وقصار السور فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وكما قلنا دائما القرآن نريد أن نتعامل معه على أنه دواء أنت لا يمكن أن تذهب إلى الصيدلية تشتري دواء وأنت لا تفهم كيف تستعمل هذا الدواء لأنك إما أنك ستستعمله بطريقة خاطئة أو أنك ستخاف ولن تستعمله طيب فالقرآن دواء لا بد أن نفهم هذا الدواء حتى يعالج كل أمراض قلوبنا يعالج كل أمراض مشكلات الحياة التي نعيش فيها الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر أيها الأخوة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليهدينا للهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فالقرآن كتاب هداية لا بد أن نتعامل معه بهذه الطريقة ربما نقف إن شاء الله وقف مع بعض الآيات أو سورة قصيرة من جزء عامة وهي سورة مهمة جدا طبعا نحن في ختام شهر رمضان ونستقبل إن شاء الله تعالى العيد فأرجو أن لا يكون هذا الدرس ثقيل عليكم لأنه سنتكلم فيه عن بعض الأمور متعلقة بربما الموت أو يعني الاستغناء عن الدنيا لكن هو نوع من ربط القلوب بالله سبحانه وتعالى والتذكير وليس تشاؤم وليس حتى لا يأتي أحد ويقول يعني الشيخ جاءنا في استقدام العيد وأنه فاضل يوم العيد ويجي يكلمنا في هذه المسائل لا هو ربط بالقرآن القرآن ينزل لكل وقت طيب فسورة التكاثر من السورة التي سبحان الله يجد الإنسان نفسه يقف أمامها هذه السورة قصيرة الآيات لكن عميقة في المعنى والإنسان حينما يتدبر القرآن ليس فقط تدبر القرآن أيها الأخوة والأخوات هو يعني فرض أو أمر يجب أن نتبعه هو أيضا لذة استمتاع بالقرآن حينما تتدبر في آيات القرن حتى ولو كانت آية أو آيتين تتدبر في المعنى وتحاول أن تفهم أسباب النزول طيب أين نزلت؟ نزلت في مكة في المدينة لأن هذا كله له معاني إذا كانت نزلت في مكة فهذا له معاني إذا كانت نزلت في المدينة كيف أسباب النزول محاني الكلمات المقصود من هذه الآيات تفسيرها فلذة القرآن تدبره لذة سورة التكاثر يعني من السور المكية وسورة تتكلم في أمور عامة نجد دائما أغلب سور المكية تتكلم في قضايا العموم قضايا الكون والحياة والبعث والنشور لأنها جاءت في وقت تربي وتجهز المؤمنين الإنسان أيها الأخوة وإذا لم يتهيئ ويتجهز يعني لاستقبال الفرائض والإفعل ولا تفعل لا يكون مستعد فالله سبحانه وتعالى هيئ المؤمنين فترة طويلة سنوات طويلة من التهيئة حتى عندما نزلت الآيات وأوامر كان مستعدين له وتقول عائشة رضي الله عنها لو كان أول ما نزل يعني لا تشربوا الخمر لما استجاب أحد أم المؤمنين عائشة تقول هذا الكلام وفعلا كان سيكون ثقيل جدا على الناس لذلك اليوم حينما نجد الأوامر والنواهي ثقيل علينا وعلى أبنائنا فهذا لأن قلوبنا ليست مستعدة لذلك أنا أقول بعض الإخوة يعني أستطرد فقط بهذه حينما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعض الناس يتعبوا أبناءه مثلا في الصلاة أو يتعبوا أبناءه في مسألة معينة طيب أن تهيئوا قبل أن تقولوا صلي قبل الصلاة قبل أن ندخل في الأوامر افعل ولا تفعل لابد أن يتهيئ لذلك الله سبحانه وتعالى هيئ المؤمنين في مكة قبل أن تأتي الأوامر الثقيلة طيب يعني هذا مهم جدا فلذلك صورة التكاثر من الصور التي يعني فيها تهيئة للمؤمنين قبل أن تنزل الأوامر يعني افعل ولا تفعل فتكون القلوب مهيئة وهذا ما يجب أن نفعله أكرر مع أبنائنا قبل لماذا لا يستجيبون لماذا يعاندون مثلا في بعض الأفكار الآن نعيش في مجتمعات مفتحة بعضهم يتقبل أفكار أخرى القضية ليست أن أن أنا أناظر وأناقش الآن في هذه الفكرة وأقنع ويقنعني قضية هل هو أصلا جاهز هل هو عنده معنى فاهم معنى الحياة الكون الخلق هل هو عارف أصلا يعني وجوده في هذه الحياة إذا استطاع أن يفهم هذه المسائل ويتهيئة نفسه سيفهم لماذا الله سبحانه وتعالى أمر بالحجاب لماذا الله سبحانه وتعالى أمر ب أن لا نفعل هذا الشيء لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالفصل بين الجيد أمور كلها أوامر ستكون سهلة أن يفهمها ويستجيب لها لكن لا بد أن نبدأ أولا بتهيئة النفس وهذا ما فعله الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين لذلك لم يكن صعب على أن يغيروا يعني 160-180 درجة تغيروا تماما سورة التكاثر كما قلنا سورة مكية عدد آياتها 8 آيات سورة صغيرة وبسيطة يحفظها كلنا طيب لكن مهم جدا أن نقف معها ونفهم بعض المسائل الله عز وجل بدأ هذه السورة بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ما معنى ألهاكم أنه أشغلكم تسبب في إلهائكم إن شغلتم به ألهاكم التكاثر التكاثر بماذا؟ الله سبحانه وتعالى لم يقول ما هو التكاثر نوع التكاثر يعني ربنا ما أذكر هل هو تكاثر بالمال هل هو تكاثر بالأولاد هل هو تكاثر بي تركها مفتوحة وهذه لأنها من أصل مشكلات الإنسان التكاثر الإعجاب بالكثرة كثرة ممكن تكون في أي شيء نحن الآن في وقت وفي زمان الكثرة أصبحت لها معايير أخرى يعني الآن بعض الناس يتكاثر بعدد المتابعين في الفيسبوك ولا في الإنستجرام هذا نوع من التكاثر وموجود وفيه تفاخر الذي يقال أنه الآن يتبعه يتكاثر بأتباعه إذا كنا فلان عنده يعني 2 مليون فولوورز ولا عنده 10 مليون متابع ولا عنده 15 مليون هذا يصيبك بالدهشة لأن الكثرة يعني شيء محبب للإنسان من فطرة الإنسان أنه يحب الكثرة طيب فالله عز وجل قال هذه الكثرة ألهتكم شغلتكم عن أمر مهم جدا وعن يعني سبب لوجودكم في هذه الحياة ألهاكم التكاثر بقي هذا الأمر يلهيكم إلى متى؟ حتى زرتم المقال إلى أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا يفضل منشغل بما ليس له لأنه التكاثر والإنشغال بالتكاثر وليس لنا لماذا ليس لنا؟ لأنه إحلسنا خالدين في هذه الدنيا أنت مغادر أنت عابر تماماً كالإنسان الذي يعني يمر في المطار وعنده ترانزيت أنت لما تكون في ترانزيت ما هو شغلك الشاغل؟ أنت تفكر بأنك تستمتع بوقتك ويعني تبقى وقت طويل مفتوح أنت دائماً تراجع وتراقب لأنك أنت تعرف أنك مغادر ستغادر بعد ربما ساعة أو أقل فدائماً منشغل حتى لا تستطيع أن تتهنأ بالطعام والشراب والتسوق لا تستطيع أن تهنأ بالماذا؟ لأنك أنت تعرف أن الطائرة تنتظر أنت مغادر هذا هو الحال أيها الإخوة والأخوات الذي يجب أن نكون فيك ممسلمين نعرف سبب وجودنا في هذه الدنيا لأننا ننشغل ونبقى ثم نغادر فجأة كيف أنا أنشغل وأشغل نفسي بهذه الدنيا كأن أعيش فيها أبداً؟ الله سبحانه وتعالى قد يكون مقدر أن رحيله سيكون اليوم أو غداً وهذا الذي يحدث كل الناس حينما يغادرون الدنيا أيها الأخوات والأخوات هم لا يكونون على استعداد كامل الموت يأتي شيء بفجأة إن لم يأتي فجأة فهو يأتي تقريباً فجأة حتى الذي يمرض ويدخل ربما يأخذ فترة لكن لم يكن في حسابات أنه سبحان الله في وقت معين من عمري سينتيب الأمر هكذا وسيغادر وأكثر الناس ستأسف إلا ربما الإنسان الذي بلغ به العمر عتية وتجاوز في العمر وبلغ ربما الثمانين والتسعين وكذا مفروض أن يكون نوع من الاستعداد لكن أكثر الناس كأنهم يفاجأون بالموت لذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا ألهاكم التكاثر احذروا أن يلهيكم التكاثر التكاثر بالأموال والأولاد وكل شيء يعني اليوم يتكاثر بعض الناس سبحان الله حتى القبائل ونحن قبيلتنا فيها كذا ونحن من بني كذا ونحن قبيلتنا وقومنا حتى أصبح الناس يتكاثرون بالأموات يقول كان فينا كذا ليس فقط الآن فينا بل كان أيضا فينا في الماضي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة التكاثر أيها الأولى ففي صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ألهاكم التكاثر ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي الإنسان حينما يكون بين يديه مالي يعني يعجب به ويقول مالي مالي يفرح في قلبه شيء من السعادة والطرب بهذا المال مالي مالي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت يعني ما لك هذا كله وهذه حقيقة أنت الآن لتملك ما تملك من الأموال هذا المال كله ما الذي ستستفيد منه إلا ربما أن تأكل منه أو تلبس منه وكذلك أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقت فأمضيت الذي تتصدق به هو الذي يبقى هو الذي يبقى والأحنف ابن قيس هذا الرجل الذي كان معروف في العرب بالحكمة وبالحلم يعني رأى عند رجل درهم فقال له درهم من هذا هو يعرف أن الدرهم هذا ملك هذا الرجل هو يمسك بالدرهم فقال هذا درهمي قال لا ليس درهمك حتى تتصدق منه فما تصدقت فهو لك لذلك يجب حينما ننظر إلى أموالنا أيها الأخوة والأخوات يجب أن نفكر هذه الأموال أموال من هذه الأموال التي في حسابك أموال من هذه الأرباح التي تدر عليك أموال من ليست أموالك إذا حسبتها بمنظور أنها إذا استنفذتها وانتهت في الطعام والشراب والشراء وكذا والأولاد والملابس وكذا ما الذي سيبقى لك منها لا شيء لكن هي أموالك إن شاء الله تعالى تتدخر منها ما تستطيع كأن عندك صندوق ادخار وهو الصدقات أبواب الإنفاق فالتكاثر أيها الأخوة أيها الأخوات يجب أن لا يكون شاغل للإنسان حتى الأولاد نتكاثر بهم والله سبحانه وتعالى يعني حذرنا إن من أموالكم أولادكم عدو لكم فاحذرهم حتى أبنانا قد يكون منهم ما يسبب الشقاوة في الحياة الدنيا من قال أن الأبناء هم بالضرورة يعني دائما متعاوزينة الحياة الدنيا ليس بالضرورة كثير من الناس شقوا في هذه الدنيا بالأبناء لكن الذي سيبقى لك هو الله سبحانه وتعالى وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى حتى أبنائك يعني لن يبقوا لك ونبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم يعني تبعه ثلاث ثلاث أشياء تمشي معك إلى القبر طيب ما هي الثلاث أشياء الأهل طبعا العشيرة والأبناء والمحبين حيتبعوك المال أن المال لسه لم ينتقل انتقال كامل يعني لا يزال هو يعني باسمك وعملك يرجع اثنين الأهل بعد أن يدفنوك خلاص المسألة تبدأ تنتهي المال ينتقل المال الآن أنت انتقل تماما منك يبقى فقط معك عملك لذلك حتى والله حينما نحب أبنائنا يجب أن لا نحبهم أكثر من أنفسنا عند الله سبحانه وتعالى أحب نفسك أنت أنت يوم القيامة كله سيفر من كله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبتي وبنيه بل أنت لو تستطيع أن تفدي نفسك يوم القيامة بأبنائك ستفعل يعني وعشيرتي التي كل الناس لو تستطيع أن تفتدي بيوم القيامة بكل الناس حتى تنجو أنت نفسك ستفعل هذا الشيء إذن في النهاية مصيرك ستبقى لوحدك ولن ينفعك إلا علاقتك مع الله سبحانه وتعالى فالله عزيزي وقل ألهاكم التكاثر حتى زرت بالمقابر سماها زيارة لأنها مكوث مؤقت طيب أنا ليست يعني النهاية لذلك بعض الناس حينما يموت إنسان يقولوا يعني رحل إلى مثواه الأخير هذا خطأ القبر ليس المثواه الأخير القبر هو يعني عبور مؤقت المثواه الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار هناك بعث هناك حساب لا يمكن أن ينتهي الأمر في القبر وإلا الطغاة والظلم يرتاحه بعد أن إنسان يسرق ويظلم ويفعل كل ما يفعل في الدنيا يموت وتنتهي القصة لكن لا هناك حساب وهناك بعث وهناك جنة وهناك نار فالموت والقبر ليس المثواه الأخير ثم الله سبحانه وتعالى يقول يعني الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حينما يقول لك أحد والله ستشوف هذا في حد ذاته سبحان الله نعم من التخويف والتهديد الله عز وجل يقول كلا سوف تعلمون كأن يخفي عننا شيء سيحدث لنا هذا باب من باب الإنذار أن يخفي الله سبحانه وتعالى عنك ما هو الشيء بالضبط العقوبة أو الشيء الذي ينتظر كلا سوف تعلمون ثم يكره الله سبحانه وتعالى ثم كلا سوف تعلمون عجيب خطب عظيم سيأتي وسيحل بالذين يتكاثرون في هذه الدنيا بالأموال وبالأولاد وبالعشيرة وبالقبائل لا يزال حتى اليوم ناس يتكاثروا بالقبائل والله ومؤسف ومعيب ومخجل لإنسان الله عز وجل يعني أبدالك خيرا من ذلك أي قبيلة وأي عشيرة نحب قبائلنا ونحب شعوبنا ونحب لكن تفتخر بها على ماذا أنت تعرف أنها لن تنفعك عند الله سبحانه وتعالى فمعيب جدا لكنها تبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أمراض الجاهلية التي ستبقى في الأمة هي التفاخر بالأنساء لا تنتهي ولذلك تجدها في عقول بعض الناس تجدها مرض موجود في عقول بعض الناس وبعض الناس الآن يفسر كل شيء بالقبلية إذا رأى مثلا يعني أمر جميل ناسف علومة وقال والله أكيد فعلوه لأنهم من قبيلة كذا أو تمالأوا عليه لأنهم من قبيلة كذا إذا رأى يعني وحادة سبحان الله من الأشياء التي وصلتنا يعني في المسجد نعمل بعض توزيع الأعمال المساعدات وصناديق يعني نعمل المساعدة مع الناس وكذا فوالله بعض الناس قالوا أنه ربما أعطوا لبعض الناس من قبائل معينة أقول هذه أمرات تبقى في ظنون الناس وفي في عقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنا لا تنقضي لكن الإنسان بلغ مبلغ يعني أننا نعيش في بيئة الآن في عصر في زمان حتى العلم أصبح منتشر فمهم جدا وبالذات الإنسان لي ربنا فتع عليه بشيء من العلم أن لا يقع في هذه الأبواب والله العظيم باب القبلية حينما نراه من جهلة الجهلة ربما نفهم لكن أن يكون إنسان عنده قدر من العلم عنده قدر من المعرفة قدر من الثقافة يعني ينحط مباشرة يسقط يعدم تماما هذا العلم وهذه الثقافة وهذه المكانة إذا كنت أنت تدخل في قبلك في قلبك هذه المساكل فالتفاخر والتكاثر ليس لك أن تراحل من هذه الدنيا الله عز وجل يعني أخبرنا ما هو الزاد الذي يجب أن نتزود به ما هو ذا شيء الذي يجب أن نحمله معنا الله عز وجل قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى زد في تقوى زد في عملك الكافرين قالوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين الكثرة بالأموال أولادا ظنوا أنه يعني هذه الأمور كلها الموجودة لا يمكن أن بعدها يأتي يعني فقر أو يأتي عذاب أو يأتي شيء وقالوا نحن أكثر أموالا وأموالا وما نحن بمعذبين الله عز وجل قال لهم وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا لن تنفعكم ولن تكون سبب لقرابة عندكم بل كما قلنا سيفر الناس حتى من أقرب الناس له في سورة الكهف التي نقرأها كل يوم جمعة نعرف أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن قصة الرجلين أحدهم تكاثر بالجنات وبالأولاد لكن المؤمن الصادق أخبره قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أنا أقل منك صحيح في المال وفي الأولاد لكن لست أقل عند الله سبحانه وتعالى الله عز وجل قادر أن يعطيني سواء في الدنيا أو في الآخرة والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا المنافقين في المدينة كان عندهم أموال وكان بعضهم عندهم أولاد وكان من المؤمنين من هم أفقر الناس كان المهاجرين بالذات كان منهم مجموعة من أفقر الناس لكن الله سبحانه وتعالى أخبرهم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم الإنسان حينما يرى حوله والله لا تعجب بالأموال والأولاد لكن أعجب حينما ترى إنسان فيه قدر من الإيمان الله سبحانه وتعالى يعني ونبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أين الكثرة تريد كنز دعك من كثرة أموال لا كنز يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كنز من كنوز الجنة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ألا تريد خير ألا تريد كثرة ألا تريد أن تنجو وتحصل على أكبر الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على كنز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة رددها وكثيرها والله سبحانه وتعالى يجعلها لك يعني أكثر وأفضل من كل شيء في هذه الدنيا فالله سبحانه وتعالى يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلم كلا لو تعلمون علم اليقين وهذه الآية قوية يعني ليس مجرد علم بل يقين عيانا سنراه بأعيننا هكذا أمامنا الإنسان حينما يؤمن بشيء أو يعرف أنه شيء موجود إيمانه لا يكون يعني كامل مئة في المئة لكن حينما يراه بعينه سبحان الله خلاص تنكشف كل الحجب ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ يوم القيامة عن النعيم النعيم في الدنيا الآن بعض الناس يقول أي نعيم أنا يعني أعيش بالكاد يعني ربما بعد يقول أنا ها أتلقى مساعدات أو أنا يعني أعيش على الكفاف أنت في نعيم والله العظيم يعني حاجة بسيطة تتفكر فيها تعرف أنك في نعيم كم عدد الأمراض الموجودة في الدنيا كم عدد التخصصات الطب الآن لو جئت التخصصات الموجودة في مجال الطب يعني ربما لا نستطيع أن نحصرها أمامنا حدد مهول جدا من الأمراض والتخصصات والله عز وجل من كل هؤلاء نجاك نجاك من كل هؤلاء يعني لو كان لكل واحد مننا ممكن مرض مختلف على الآخر لو سعتنا هذه الأمراض كلنا في هذه الدنيا لكن مع ذلك أكثرنا بفضل الله سبحانه وتعالى نجا أكثرنا يعيش طبيعي يعني ممكن مرض في العين ممكن مرض في الجل ممكن مرض في كل جسم الإنسان ممكن أن يصعب أمراض وفوقها الأمراض النفسية الأمراض النفسية أيضا أبواب طويلة ولا حصرة لها كثيرة جدا نجاك الله سبحانه وتعالى أيضا من كل هذا أليس هذا نعيم بلى والله هذا نعيم تعيش في الدنيا الله عزيزي لمتعك بصحة وبعقل هذا باب واحد من الأبواب يعني الأولاد الحمد لله أعطاك الله سبحانه وتعالى إن لم يعطيك الولد تصبر الله عز وجل أعطاك الزوجة إن لم يعطيك الله عز وجل الزوجة أعطاك الإيمان حتى تتصبر به لأن بعض الناس ما عندهم هذا الأشياء وما عندهم الإيمان فيكونوا حرموا أمر عظيم لذلك يقع الانتحار ويقع هذا ليس فقط لأنه ليس لديهم شيء بعض الناس ينتحر أيها الأخوة والأخوات والله مع ما عنده يعني أحد الذين انتحروا في الغرب هنا منذ فترة كنت أقرأ عنه رجل سبحان الله نجم نجم كبير جدا الأموال متوفرة بشكل كبير جدا انتحر ولا تستطيع ماديا بالمعالي المادية أن تفهم لماذا ينتحر هذا الإنسان أليست هي المشكلة النجومية التي يسعى عليها كثير من الناس حصل عليها ربما تكون هي الأولاد عندهم الأولاد الأموال عنده الأموال لذلك لا تظن أن هذه الأشياء ممكن أن تحميك الذي يحميك هو الإيمان حتى وإن لم يكن لديك شيء حتى وإن كنت على الكفاف هذه الصورة آياتها ثماني آيات لكن فيها معاني عظيمة جدا وكل صور القرآن الكريم فيها معاني عظيمة جدا لذلك أيها الأخوة والخوات العبرة ليست بالكثرة حتى الكثرة بالمناسبة في العلم بعض الناس يرى أن العالم الآن بيننا هو الذي لديه معلومات كثيرة والله كثرة المعلومات لا تغلل إذا كان إنسان عالم ولديه معلومات ولديه من العلم القرآن والحديث والتفسير يعني يبهرك سبحان الله لكن إذا كان هو يعني يبتغي شيء آخر إذا كان قلبه ليس نظيف بعض الناس ومع الأسف وأقول هذه يعني سبحان الله الله عز وجل لا تكون يعني لا أحاسب عليها على أنها نعم نشر شيء سيء لكن والله بعض الناس مع ما أعطاهم الله عز وجل من العلم وكذا ونراهم في الغرب والله يهمهم الأول والأخير المال والله إذا قلت لبعضهم تعالى ألقي درسا في المسجد والله يقول لك كم 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 ستدفع ثم يضع مبلغ والله يعجز فتقول هذا كثير يقول لك بين الشار والباع يفتح الله يعني والله العظيم هذه ليست يعني قصص هذه أشياء نشاهدها عيانا وهم نجوم بعضهم عيب هذه الكثرة لن تغني لن تغني عند الله سبحانه وتعالى لذلك القرآن كما قلنا حتى والله تكون آية واحدة الإنسان يفهمها ويتدبرها ويعقلها وتقع في قلبه ويعيش بها يكفي عند الله سبحانه وتعالى الله لم يتعبدنا بالكثرة حتى الصلاة الصلاة التي تصليها بخشوع وبإيمان وبجميل عند الله سبحانه وتعالى كل الأعمال درهم ربما سبق ألف درهم لا تعجز ولا تجزع أنه أنت تصدقت بقليل وفلان يتصدق يمنة ليس هذا المعيار عند الله سبحانه وتعالى ففهم القرآن أيها الأخوة وتدبر القرآن حتى هذه الآيات البسيطة سيساعدنا كثيرا أحيانا ربما يعني نولي أهمية للتفسير في السور الطويلة لكن حتى السور في جزء عامة فيها معاني كبيرة جدا نحاول أن نفهمها نحاول أن نشرحها لأبنائنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين أيضا يعني يفهم القرآن ويعملوا به ليس فقط مجرد علم ومعرفة وفهم أريد أن أختم بمسألة متعلقة بصلاة العيد يسأل عنها كثير من الناس صلاة العيد أيها الأخوة أيها الأخوات يعني هي فرض كفاية لا بد أن تقام يعني حتى في كل الظروف لا بد أن تقوم صلاة العيد تقوم بها على الأقل مجموعة من الناس نحن في ظرف الآن ربما ما يستطيع أحد أن يذهب إلى المساجد المساجد المغلقة تبقى صلاة العيد بإذن الله تعالى على قول الجمهور من العلماء تقام في البيوت أنس رضي الله عنه كان فاتته صلاة العيد فصلاها في البيت مع أهله فهذا من فعل الصحابة ربما يخالف في هذا الأحناف لا بأس يعني القصة لا نريد أن ندخل في خلاف أو عدم خلاف حتى من لا يرى بعدم صلاة العيد في البيت لا بأس المهم أن نكف عن بعضنا البعض يعني كما يقول أن نكف شرنا عن بعض هالبعض طيب الذي لا يرى أنها تقام تصلى في البيت جزاك الله خير لا بأس لكن لا تذهب وتثير مشكلة طيب قول الجمهور أنها تصلى في البيت تصلى طبعا ركعتين الركعة الأولى يكبر فيها الإمام يأم الإنسان في بيته كما يأم يعني الصلاة العادية يكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى خلال معدة تكبيرة الأحرام يعني يبدأ بتكبيرة الأحرام ثم سبع تكبيرات يقرأ في السورة الأولى كما ورد عن المساء السلم سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ثم يعني يكبر تكبيرة الركوع ثم بعد ذلك حينما يقف في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات أخرى فإذا سبعة في الأولى وخمسة في الثانية وفي الركعة الثانية يقرأ في سورة الغاشية كما جاء الله عليه الصلاة والسلام هكذا صلاة العيد يكون صلاها في البيت ونحاول بقدر المكان أن نجعله يوم عيد بقدر المستطاع نجعله يوم عيد بإذن الله تعالى تصافوا تحابوا يعني اجتهدوا فأن تنسوا الخلافات اعتذر إذا كنت يعني بينكم من أحد خصومة لا بأس قدرك عند الله سبحانه وتعالى ليس كما يعني الناس يرون في الدنيا أنه الذي يعتذر ربما هو أقل لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي خيرهم الذي يبدأ بالسلام هذه الخيرية عندما نحن نقول نحن خير أمة أخرجت للناس طيب خيرية بأي معيار بمعيار الله سبحانه وتعالى فهذا أمر بسيط يعني في مسألة العيد إن شاء الله تعالى الإخوة الموجودين في مدينة لندن غدا أو يعني صباح يوم العيد سيكون هناك بعض الأشياء سنعلن عنها إن شاء الله تعالى ربما يكون في الإعلان في صفحة الفيسبوك فتابعونا إن شاء الله تعالى أنا سأعطي ملخص إن شاء الله الآن باللغة الإنجليزية لما ورد فجزاكم الله خير الإخوة الذين استمعوا نسأل الله سبحانه وتعالى لنتقبل منها ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير وستي سيف كما يقال كنوا دائما آمنين إن شاء الله تعالى My dear respect brothers and sisters We talk in شاء الله تعالى Today this the last jumعة in the month of Ramadan We ask Allah سبحانه وتعالى to make it a blessed day for all of us and we ask Allah سبحانه وتعالى to give us the blessing of Laylatul Qadr all of us who made the effort stayed up at night reading the Qur'an finishing completing the Qur'an and I'm sure many of us الحمد لله majority of us have completed reading the Qur'an for those who did not at least you tried الحمد لله and you can still you have a bit of time you can push it إن شاء الله تعالى and try to complete and finish the whole Qur'an we want to stop with the Qur'an because this is the month of the Qur'an we need to ponder upon a few آيات from Surah At-Takathur in Jizu Amma this Surah was revealed in Mecca and we know the آيات that's been revealed in Mecca usually cover the main issues in life and the hirafta it covers things about the Aqeedah mainly and it was a period of preparation for the believers the period of Mecca the 13 years in Mecca it was a period of preparation and it was a period that Subhanallah produced the best of mankind strong in their Aqeedah in their Iman firm ready to accept all the commands from Allah Subhanahu Wa Ta'ala that's why Aisha said had it been the first آيات to be revealed if it was do and don't do like don't drink the Khamar don't do this do that it would have been heavy on the hearts of the believers but Allah Subhanahu Wa Ta'ala made the first آيات the first Surah that had been revealed in Mecca آيات that prepared the Muslims the believers prepare them for the next stage which is to accept the Amana to accept the Risalah and to be the people of Al-Iman and Islam and that's why when we deal with our children we also need to use this concept of preparing them before we tell them do and don't do if we tell our children all the time just pray well Allah some of our children have no idea why they pray yes they know that we pray for Allah but what else okay okay we fast but be fast because we fast and same way by the way when we grew up most of us it was just you know we do things because we do things we don't go deep we don't prepare our heart what we need to do with our children we need to prepare them some parents speak about their children not for example arguing about certain things about arguing about certain things about a system in the west for example why women get less than men in mirath obviously it's not true in terms of even as a fact it's not a fact women don't get half of men that's not a concept it's only one case majority of the cases women get either equal or even more sometimes but anyway they cannot comprehend why Islam so many ahkam in Islam are different why do we have to do this why do we have to do that let's prepare them first let's prepare them because we cannot convince them with everything there are things that we might not even know what we're gonna do a sister who has no access to all the information to explain to her daughter why she has to wear hijab why men don't wear hijab for example they throw these kind of questions let's prepare them first let's establish the aqidah in their heart so this is very important that's why ayat in mecca we're focusing on aqidah Allah subhanahu wa ta'ala said this surah a'udhu billah mishaytan rajeem bismillah ar rahim alhaakum attakathur competition in worth in worldly increase the virtue this is the rivalry competition when we compete in a way each one of us want to increase each one of us want to have more more of what Allah subhanahu wa ta'ala didn't specify in the ayah alhaakum attakathur that the love to increase have diverted you the love increase in what in many things in wealth in children in subhanallah and today people love to increase the number of followers on the social media people are in love with the idea of having more increasing and when we see or we know about someone who has so many followers millions of followers on social media how does that impact us we feel maybe a bit of jealousy especially for those who are heavily involved with social media we feel that this person is loved this person is so it is something that we love something that impresses us when we see the increase in numbers so it can be in wealth it can be in children it can be in so many things and the prophet told us that the son of adam had he had a valley full of gold subhanallah something that you live your entire life and you will never be able to spend then if he had the opportunity to have two more he would love to have them he would love to have them this is a fact so the love to increase is something there and it brings pride in our heart it brings the love to have more and to show off and today people show off with so many things and even with tribalism subhanallah although in the some communities as not as many as other communities but still in our community tribalism is still there and people bring it out at certain times but it is there in the subconscious subhanallah it is like it takes it takes ages and takes lots of work to completely eradicate this disease this evil tribalism so people bring it out when there is a problem when there is an issue if someone go to marry from a family and they don't give him they say ah subhanallah look just because I'm not from that tribe tribalism it is tribalism in our mind and as I said it comes out at certain times we need to subhanallah completely clean our heart and clean our mind from these kind of evils our children we love to have more children and when we know about someone who has 10 children 12 children 15 children 8 children it's something that we love but we know that Allah subhanallah told us that it can be a source of pain in this dunya there could be enemy for you from your children Allah subhanallah told us be careful and we know on the day of judgment people will run away from each other even your children you will run away from them do not think that you will even think about them that you will have a blink of an eye time to think for them when you see them you will run away from them and actually if you can use them for you to be to be saved from the hellfire if you can put them forward and save yourself you will do it you will do it and they will do it to you everyone is going to be like enemy of everyone even our own children our own families so what is the increase what is the love to have more what is the show off there is no point and our example in this dunya my brothers and sisters is the example of someone who is traveling and when you travel and you have transit you travel and there is a connection flight for an hour or two you spend time in the airport what do you do what is in your mind what is all the time keeping you busy and worried you keep checking your time you keep checking the time of the flight you keep checking the information every maybe 10 minutes every 15 minutes to the fact to the extent that you cannot even enjoy the time you spend the two hours you spend in the airport you cannot you cannot enjoy it and the one who tries to fully enjoy that time is what can we say is insane because you know there is a flight leaving soon and there is a time for that and this is whatever you see around you the shopping whatever it is temporary it is very temporary this is our example my brothers and sisters we are leaving all of us what are we increasing in this dunya we could be living tomorrow we could be living all of us all those who passed away they had no idea that they were subhanallah death is going to come at this specific time death Allah subhanahu wa ta'ala doesn't tell anyone about even angels only Allah subhanahu wa ta'ala knows and then when it comes fa idha jaa ajalun fa la yistakdimuna sa'atun wa la yistakhirun there will not be any extra time if Allah subhanahu wa ta'ala decided that someone will die at this age at this time he will die there is no time there is no extension of time there is nothing there is no oh he was young oh subhanallah he was about to get married oh subhanallah he was just about to celebrate la la Allah subhanahu wa ta'ala has decided that's the end of it so it's very important that the takathur the increase in whatever we have in this dunya does not keep us diverted from the reason the main objective of our life the goal that we are in in this life a man by the name of Ahnaf Ibn Qays he saw another man holding a dirham in his hand they have a coin of a dirham and when he saw him he said whose dirham is this who does it belong to he said it's mine he said no it's not yours until you spend it on the cause of Allah subhanahu wa ta'ala until you spend it like until you put it for yourself until you save it for yourself because whatever you spend in this dunya it's not going to be for you the Prophet he said Ibn Adam maali maali the son of Adam it's a hadith it's a hadith a hadith a hadith a hadith Abdullah Ibn Abbas son of Adam will say maali maali this is my money this is my money something that we love to say and the Prophet he said fa maalaka min maalika illa maa akalta fa afnayt it's whatever you have from your wealth from your money what do you what do you have it's only what you eat and then that's it obviously that's complete eradication of whatever you spend to eat because it's gone it's done there's no more money the money you spend on yourself to eat whatever you use as clothing from your money and then what happened with it how many of us have many clothes old clothes and you're probably going to give it as sadaqa where is the money it's gone spent and then he said the third one and what you give as sadaqa and that will stay that will be saved for you this is your saving account that will be saved for you when someone die three things will follow him to the qabr three things your family people those who love you of course they will follow you to put you on the ground in the graveyard and your wealth still going to be there considered your wealth not fully transferred to the family and your deeds whatever you've been doing in this dunya helping people salah zakah all the things that you've been doing two things will go back and one thing will only stay your family will go back for sure and your wealth will be transferred to them it's not your money anymore all the bank account everything will be transferred and probably this is one of the first things that your family will start doing after a short period of time that's what the first thing they're going to do they're going to make sure that all that your name and your account everything is going to go to them and then your عمل is going to be left with you this is your close friend this is what's going to stay with you in the graveyard and this we're going to save you on the day of judgment Allah said التكاثر was also one of the things that the kuffar they used to consider as something to bring pride for them something to even save them from punishment وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين they said we are we are more in the increase in wealth and children and we will not be punished how can we be punished after all these numbers in terms of wealth in terms of children وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين Allah replied to them وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة that your wealth and your children will not bring you closer to us will not alleviate your rank it will not make you closer in any way so someone who has nothing the صحابة some of them were so poor especially المهاجرين from أهل الصفة they were poor in Mecca and then when they migrated to Medina what happened when you are poor and then you migrate to another place and where you have no wealth to even buy a house you are the poor you are the poorest some of the صحابة were the poorest and some of them سبحان الله were the closest to the Prophet صلى الله عليه وسلم the Prophet never brought closer those who have more wealth and for that reason it's all about تقوة it's all about إيمان أبو هرير رضي الله عنه was one of the beloved صحابة to the Prophet صلى الله عليه وسلم he was one of the poorest he had almost nothing and many other صحابة had nothing but they were closer to Allah سبحانه وتعالى Allah سبحانه وتعالى asked us to increase but in what in التقوة وتزودوا فإن خير زاد التقوة it's very important to understand the idea of the increase what do we increase and those who increase even increase in the knowledge علم some people they have علم and we get impressed when we see them سبحان الله that's not a clear indication that the status and the insight of Allah سبحانه وتعالى is as we see it in this dunya and I would say something سبحان الله might surprise some of you and many of you maybe know some of those who have علم have حفظ القرآن and whatever in the west especially والله we see them all what they think about is money and I'm really sad and sorry to say something like that but سبحان الله because it's worse when it comes from أهل العلم someone who has knowledge we see people we ask them to come and give us a lecture for example in the masjid والله the amount of money that they put the request is عجيب we tell some of them come during Ramadan and help us of course we're not saying that no one is entitled or have the right to ask for money we're not saying that no problem but sometimes the amount of money that they request is عجيب and if you cannot afford they know that this is a masjid masjid is contributions from average people subhanallah how much everyone put in the box something so for a عالم someone of knowledge or حافظ القرآن to come and ask for that money to be given to him just to come and remind us about dunya and about al-akhira to tell us be have zuhud in dunya and then he's putting his hand into the box and taking all that and putting it in his pocket this is kathra in but has no meaning and in the judgment one of the people who will be thrown in the hellfire increase but has no meaning that's why when we read the quran and we memorize the quran it's not about how many surah how many juzhu you memorize is about has these ayat affected your heart did it lead you to do something in this dunya did it change you in any way we think oh no this is short surah so it's not about the increase in numbers my brothers and sisters and the kufar Allah said about them those who don't believe in Allah have kathra of course those who believe in Allah have taqwa even if you have kathra in maal that's khair if you are a pious person have taqwa and you fear Allah there is no point in having wealth having children and to love this is part of dunya but Allah warned us about that it divert you it becomes your attention Allah will give you kathra in ilm and all what you think about is money increasing in money that's the warning and Allah said about the kufar do they they think that all these blessings that we give them all these provisions that we give them is that we increasing for them the good or increasing for them khairat but they don't understand the point this is very important my brothers and sisters and we know in surah the story of the two people who one of them had jannat or had jannatain two gardens and the other had nothing and this man was so proud of what he has and he even said I don't think this here after I've seen all this if there is qiyama and if I go back to Allah I'm entitled for all of this so he was arguing with him his companion he said he if you I have hopes that Allah will give him yes I'm less than you in terms of the numbers but maybe Allah will give me with hope it's very important my brothers sisters that we put this also in the minds of our children the increase in whatever in this dunya and what they love about this dunya it is very short we need to and this is what prepared them to accept the awamir and the nawahi as we said the Prophet guided us you want to increase you want the treasures the Prophet said there's no mighty there's no power except with Allah you say it and you live it this is for you lack a treasure this is the increase that you should focus on until you visited the graveyard and call it a visit because it's temporary when we die and go to the graveyard it's a visit after that we'll go back to the real life where Jannah or Nair and some people when someone dies when someone pass away they say rest let me say first that this is not Islamic way to say when someone pass away to a Muslim let's talk about Muslim you see this in social media for example rest in peace R.I.P. rest in peace peace of gardens the mqbara that's the name of the of the mqbara that we have here in London peace of gardens but rest in peace in what let's understand what's going on we know that the graveyard is not the end of it it might be for some people non-Muslims they don't believe in it I'm not saying non-Muslims obviously mainly those who don't believe in religion they have no understanding of they don't accept it rest in peace when you die we know that that's not the rest of it that's not that if this was the end of it it would have been a way to escape so much in this dunya for the tyrants for those who make thulm in this dunya they die they live all this life they do whatever they do and then they die and that's the end of it but for Muslims for believers we know that there is you will know Allah subhanahu wa ta'ala tell us you will know you will find out thumma kalla sufa ta'alamun kalla law ta'alamun al-yakene latarawun al-jaheem thumma latarawun ha'ayna al-yakene you will see it you will see it your eyes it's not just information it's not just a belief in your heart you will see that there will be time you see this and this is completely different from just believing it's a higher rank when you see it your eyes so Allah subhanahu wa ta'ala tell us don't worry you will see it it's coming you will be asked about all the pleasures that you had in this dunya and if each one of us had pleasures in this dunya the pleasure of being healthy how many types of diseases are there in this dunya how many branches of medicine and in this dunya how many branches of in the college of medicine for example if you go there and ask the types of diseases subhanallah so much to extend that if allah decided for each one of us just one disease maybe it would have covered all mankind from the mental psychological all types of diseases to every limb to every part of the body every organ different diseases even to one organ Allah saved you from all of this Allah protected from all of this this is a blessing ask Allah to make us from those who follow the best of what you hear I want to conclude with something about prayer Salat is the Ummah has to perform Salat like any if at least group of the believers perform Salat then it cannot be completely not performed during this time we can pray Salat at home the way you lead family in the normal prayer in the first you do seven takbirat so you make takbirat al-ihram Allahu akbar and then you make seven takbirat after that okay again there are differences between ulama whether you raise your hand or you don't raise your hand and all these small differences they're not affecting insha'Allah so let's not make it a problem an issue even those who do not accept the opinion of praying Salat at home no problem that's just 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 an opinion respected they say once pray outside or if it's not performed in a jama'ah we cannot perform it at home that's opinion okay but it doesn't it doesn't it should not be a problem for us let the ulama' discuss it in the books and in certain platforms for us we're followers we try to follow the majority of opinion as much as we can if you follow specific madhhab that's fine as well there's no problem so for those that we pray at home if we miss it because Anas he missed it he missed Salat al-eid so when he went home he gathered the family his children and he prayed he led Salat al-eid same way so seven takbirat in the first rak'ah in addition to takbirat al-ahram the first takbirah you read surah al-a'la in the first this is not like far but this is the sunnah of the professor if you read any surah that's fine after al-fatihah of course and then the second rak'ah when you raise from the second to do that from second rak'ah you do five takbirat and you read the prophet salam is to read surah al-ghashiyah halataka hadith al-ghashiyah this is Salat al-eid simply try to make a day be the first to apologize it doesn't bring you your level down the prophet said the best among them those who have problems and differences the best amongst them is the one who start the salam meaning the one who apologizes so when you apologize to people even if you believe deep in your heart that you haven't done something wrong to them but because of the family because of the kinship you would do that so we ask Allah to make a day of a day of day of to bring our heart together we will announce few things in shah Allah to make us Facebook posts we'll be announcing a few things I ask Allah to make us from those who are saved by the Quran by the amal saliha from those whom Allah accept al-hasanat Ramadan Ramadan all of us did good deeds in Ramadan but how many people Allah has accepted the good deeds this is another to first Allah made us witness the month of Ramadan and helped us give us the strength to do the good deeds and then there is the other level which is Allah accept our good deeds when you spend money don't think that's it you need to wait you need to hope that Allah accepted from you because Allah accepted and if you know something bad in your heart he might not accept it so we need to be also trying to understand that level of hope that Allah accept our good deeds ask Allah to make a happy Eid for all of you for the family for the children do your best to make it a proper Eid celebrate make nasheed whatever you can bring the sweets for the children do everything you can call families enjoy whatever you can meals and all the means to call families and video conference whatever so ask Allah to make a happy Eid for all of you jazakum Allah khair barak Allah fikum was salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kakum kakum kakum